تقرأوا كتاب الله في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ده تخصص مش كهنوت حينما تقرأوا سورة التوبة فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة ليتفقه في الدين حينما تقرأوا الحجرة والنحن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تم ربنا لحدد الاختصاص وعصر الصحابة السيد مصطفى كان يعرف التخصص يعني في رواية الحديث أبو هريرة علم القراءات عبد الله بن مسعود التفسير عبد الله بن عباس الوصايا والمواريس زيد بن سابت في القضاء علي بن أبي طالب عصر الصحابة شاهد الاختصاص إنما إيه هذا الانفلات وبعدين في قضايا أهم يعني لماذا لا يتحدثون عن العدالة المجتمعية يتحدثون عن قضية فلسطين المحاصرة السريبة المستضعفة لماذا لا يقدمون حلولا في أمور اقتصادية في أمور مجتمعية لماذا اللعب في سوابط وقطعيات ومسلمات الدين مش الإسلام دين الدولة ده تاريخ ومش تفضل ده تاريخ وواقع ودستور ثم أخي الحبيب العالم بأسره بيأتي إلى مصر يعني شوف لسه كان المجلس الأعلى بلد الأزهر بلد الأزهر عامل تحت مظلة الأزهر مؤتمر للمواطنة ومشيحة الأزهر يعني العالم يأتي 85 جنسية تسكن ووزارة الأوقاف مؤخرة ووزارة الأوقاف الناس بتاخد علوم الإسلام هل يليق من بلد الأزهر تخرج هذه الأصوات واحدة تقول لك ده إبراهيم ده شيخ خرف وشاف رؤية والمسلمين بيتباحوا الخرفان لبسبب رؤية راجل مخرف هل ده يليق على نبي على أب الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل والبخاري شيطانة البخاري فهم ينفع الكلام ده يجيني واحد الوادي اسموئدة المتحول ده يقول لك يا أحمد بن حنبل حمارة ده إرمي في الزبالة والتطاول على الصحابة رضي الله مين يقبل أبو بكر وعمر ليه إذا كان ربنا الأيامية في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا كان ربنا في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يشتم على كلام ربنا كلام رسوله السلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا يرمى إيه المسألة هي المسألة زي مقلت لحضرتك تشكيك في القطعيات والسوابت وضرب في المرجعيات توطيئة للمشتركات الدين أو البيت الإبراهيمي إن شاء الله لن يمكنهم الله يكيدون ما يسمى بدين الإبراهيمي أيها فن وبعدين النهاردة يبتدوا يلعبوا بقى في فقه المرأة والأسرة في أحكام ثابتة مستقرة قد تبال حضرتك وكانت الجدات وكانت الأمهات وكان المجتمع مستقرة وأنجب العزماء عندك في الصعوبة تراجب من أفزاز الصعيد المرأة الصعادية دي اللي أنجبت عباس العقاد هي اللي أنجبت الشيخ المراغي هي اللي أنجبت المنفلوط هي اللي أنجبت العدوية اللي في أسيوط مش دي المرأة الصعادية اللي رضيت بحياتها وكان البيت مستقر وجمال عبد الناصر مش صعيدة أصلا طيب يا أخي الآن بنسمع بقى دعاوة معينة قد تبالك كلها بتهدف والله لصد الشباب عن الزواج يبقى أذكرني بازيل عبارة لأننا لو أرجعنا الأسرة إلى صفاء الشريعة وعدالتها وبساطاتها ما وجدت مشاكل في الحضانة وما وجدت مشاكل في الرؤية وما وجدت بلاغات كيدية بقيمة المنقلات وما وجدت الأمور اللي عايزين يفتحوها حتى أحدهم في مسألة الكد والسعاية عايز ينقلها من المرأة التي تعمل مش العاملة التي تعمل مع زوجها في الدرس والحصاد وتنقية الحبوب وده اللي نص على الفقه المالكي وأخذت به مدونة المملكة المغربية الشقيقة المدى 49